موسيقى مساء الخير البداية مع العنوين نصر الله جاهزون للحرب ولا نخافها صلاحيات الرئيس مرجعيات تتلو أفعال الندامة وقوى سياسية تذرف دموع التمسيح الراعي يمكن القبول لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة مئة يوم على حرب غزة وأكثر من مئة ألف بين شهيد وجريح ومفقود أضرار العاصفة من الشمال إلى الجنوب فمتى تنحسر أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة otv على يوتيوب وحساباتنا على اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك وتنقلها مباشرة صوت المدى معنويا حققت القضية الفلسطينية في الأسبوع الفائت انتصارا كبيرا أمام محكمة العدل الدولية أما على الأرض فمئة يوم من الإبادة الإسرائيلية المستمرة والمتمادية في غزة على وقع استهداف أمريكي بريطاني لليمن منعا لتحرك الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدات أمريكية لطهران أعلن عنها الرئيس الأمريكي على شكل رسالة وفي لبنان المشهد برمته معلق على حرب غزة فيما الجنوب يدفع الثمن بالشهداء والدمار وبعض أفريقاء الداخل يسعون إلى تكبيد اللبنانيين أثمان التسويات الموعودة عبر تكرار محاولة فرض مرشحين لا يتمتعون بالحيثيات المطلوبة لا شعبيا ولا سياسيا ولا إصلاحيا وفي هذا السياق برز أخيرا موقف نبيه بري الذي رأى في سليمان فرنجي مرشحا رئاسيا وحيدا إلى الآن معتبرا جميع الآخرين غير موجودين أو لا يريدون الترشح في مقابل إصرار جبران بسيل على موقفه المعروف من الأسماء والرافض لربط رئاسة الدولة بأي مقايضات حدودية أو غير حدودية والمنطفض على تجاوز المقام الرئاسي الوطني في أي مفاوضات أما سمير جعجع فاستعان اليوم بمقولة نحن هنا للدلالة إلى التصدي لما يطرح على المستوى الرئاسي ولو أنه يعطل في الوقت نفسه كل أشكال التفاهم بين المسيحيين واللبنانيين على بديل يحظى بالتوافق كل ذلك فيما السطو على الصلاحيات الرئاسية في الذروة وآخر التجليات قرارات الحكومة المقاطية أمس الأول التي تطاولت هذه المرة على صلاحية رد القوانين اللصيقة بشخص رئيس الجمهورية في مراحة المرجعيات الروحية تتلو أفعال الندامة على مواقفها السابقة التي غطت كل التجاوزات والقوى السياسية المسيحية تذرف دموع التماسيح على ما تنازلت عنه من صلاحيات أقله منذ الفراغ الأخير وعد عن أخبار السيول التي تؤمن لللبنانيين عدى المعاناة دليلا سنويا إلى فشل النظام الإداري والمالي المركزي وحافزا جديدا للنضال في سبيل المركزية الإدارية والمالية الموسعة التي أقرها اتفاق الطائف الاستقالة الجماعية من تحمل المسئولية في انتخاب رئيس وإعادة إطلاق المؤسسات السياسية مستمرة أما التعويل فعلى مبادرات خارجية حركتها حرب غزة وتداعياتها على الجنوب عسى أن تحمل يوما ما حلا متكاملا يتمناه اللبنانيون ولو أنه ليس بعد في متناول اليد غير أن البداية تبقى من أوضاع العاصفة والطرقات المنخفض الجوي ينحسر صباح غدا الأثنين ومنخفض سريع منتصف الأسبوع أما التدعيات الكارثية على المواطنين فمستمرة التفاصيل في تقرير ماريا يمين في عبارة بتقول تحت المطر أطلبوا ما تشاءون فالدعاء عند نزول الغيثي مستجابوا إذا صحيحة هالعبارة فغالبية اللبنانيين بيطلبوا توقف سقوط الأمطار بسبب الخسائر الفاتحة اللي عم بتسببها ومعانيتهم على الطرقات بكل المناطق اللبنانية وحتى داخل منازلهم فمتى رح تنحسر العاصفة لحملة تهويل أكثر من المعتاد علما أنه موسم طبيعي للأمطار والثلوج بكرة حتكون الانفرجات أوسع من اليوم طقصنا حيكون بالإجمال يعني غائم جزئيا لغائم مع أمطار خفيفة متفرقة من حين لآخر بس فسحة الانفرجات حتكون أوسع الاستقرار هو لنهار التلاتة من المنتظر النهار الأربع يتقلب الطقص من بعض الظهر تحت تأثير منخفض حيكون كتير سريع تأثيره محدود كتير علينا وما حيدوم أكتر من 24 ساعة يعني لنهار الجمعي بظل استمرار تقاضف المسئوليات نعمة لأمطار تحولت إلى نأم كبيرة فكيف كان الوضع خلال الـ 24 ساعة الماضية؟ نبدأ بالجنوب حيث قطعت السيول والأمطار طريق القاسمية الزرارية المحاذية للنهر بالعاصمة نهر بيروت فاض من جديد ما استدعى تدخل فوج الإطفاء لأنقاض 17 شخص بواسطة زوارق مطاطية من بيروت لأنطلياس حيث فاض النهر من أنطلياس نصل على عكار فبعد فيضان النهر الكبير لجنوبي تمكنت صباح الأحد تواقم الصليب الأحمر من إدخال المساعدات بمؤذرة شاحنات الجيش اللبناني إلى بلدة السمائية لحصارتها المياه بالكامل وبعد مفاض مخيم للنزحين تمت مساعدة البلدية بإخلاء حوالي 340 عائلة من النزحين السوريين إلى صالة أحد المساجد وإلى مدرسة قريبة بقاعا ارتفع منصوب نهر العاصي وتبين أن المصدر سيول أتي من الفيكهة وراسب علبك ما أدى إلى اختلاط الوحول بمياه النهر وغمر المسامك ونفوق عدد كبير من السمك كذلك طريق ظهر البيدر الدولي جرفت السيول من الأعلى ما استدعى تدخل فرق وزارة الأشغال لفتحة لا شك أن الأمطار السنة أعلى من معدلاتها الموسمية وأعلى من السنة الماضية مثل ما عم بتشوفه بالجدول والسبب الاحتباس الحراري لكن لا شيء فوق الطبيعة الأمطار عادية كانت ما كان فيه عنف صراحة بتساقط الأمطار لكن فيه توالي بالإيام هالشي بيخلي أنه الأرض تصير مشبعة وتبطل عندها الإدرة تمتص الماء وبعدنا بالشهر الأول من فصل الشتاء نبلش الشتاء تبعنا نحن بمربعانية الشتاء ببلش الشتوية بواحدة وعشرون كانون الأول وبتنتهي بواحدة وثلاثين كانون التاني هايدي اسمها مربعانية الشتاء أما البردات وهيدي الأيام الأربعين يوم بالعادي بيكون فيهن غزارة بالأمطار هايدي السنة أكيد المعدلات هنتجاوز المعدلات بالنسبة للأمطار بعد نصطرنا البرد البرد بعد ما إجا موجات برد ما دلنا مستوى تساقط السلوج السلوج بعدها فوق الألف وستمائة ألف وسبعمائة متر بس أكيد عم بيكون عنا سماكات بالتلوج فوق الألف وثمانية والألفين متر شتاء واعد إذن ومن المتوقع يبدأ موسم التزلج خلال أيام قليلة جدا أما بالنسبة للمعاناة والخسائر وتنصل كل الجهات المعنية من المسئولية على قاعدة زيحة عن ظهر بسيطة فما فينا نقول إلا الله يعين اللبنان سياسيا حكومة ميقاتي خالفت الدستور وبعض القوى السياسية المسيحية يذرف دموع التمسيح جويس نوفل والتفاصيل على مدى أشهر الشغور الرئاسي لم يسمع إلا صوت التيار الوطني الحر محذرا مما تقوم به حكومة تصريف الأعمال عبر رئيس هنجيب ميقاتي بالتخطي الفاضح لصلاحيات رئيس الجمهورية أكثر من دليل وأكثر من قرار وأكثر من مرسوم ضرب بهم ميقاتي صلاحيات الرئيس ولم يسمع أي اعتراض لا سياسي ولا ديني من غير التيار على كل هذه المخالفات حتى الأمس القريب فصحيح أن الصوت على صلاحيات رئيس الجمهورية ليس بجديد لكن ما قام به ميقاتي خلال جلسة الحكومة الأخيرة أثار حفيظة بعض الوجوه السياسية المسيحية التي اكتفت بتسجيل اعتراض وصفه البعض بالخجول وفرض واجب لفضاعة المخالفة والتي جاءت برد حكومة ميقاتي لثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب وهنا كانت الفاجعة الكتائب اللبنانية اكتفت مصادرها بالقول أن لا يحق لميقاتي رد القوانين وأنه يمارس خارج صلاحياته الدستورية فيما القوات اللبنانية أكدت أنها تعترض على رد القوانين في ظل الشغور الرئاسي ووصفت الأمر بالمخالفة الدستورية وبالتعدي على الصلاحيات الرئيس وتكتفي مصادر القوات ردا على سؤال عن كيفية تعطيها مع ميقاتي إذا أهد هذا الأمر اليوم ومستقبلا بالقول أنه بمجرد رفع الصوت في هذا التحذير من أن هذه السابقة خطيرة ويجب أن لا تتكرر وتترك الموضوع لنوابها الضالعين بالدستور تيار المردة والذي يشارك وزيران منه في حكومة ميقاتي ولديه مرشح رئاسيه وسليمان فرنجي لم يعلق على الأمر في حين كتلة التجدد والتي تضم نائبين المسيحيين ميشيل معواد وأديب عبد المسيح فتؤكد ألا يحق لميقاتي رد القوانين وهذه مخالفة واضحة للدستور ومن هنا تذكر مصادرها بموقفها الرافض للتشريع في غيابه رئيس الجمهورية هذه المواقف المستجدة اليوم من بعض الكتلة المسيحية اعتراضا على مخالفات ميقاتي المستمرة واعتدائه على صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 30 تشرين الأول 2022 أي مع انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشيل عون يرى فيها مراقبون أنها لزوم الظهور على اعتبارهم أن هؤلاء هم من غطوا كل ما سبق من تعديات ومخالفات وغطوا التشريع في مجلس النواب لغايات ما إذ بعدما كانوا يتباهون بأن المجلس النيابي هيئة انتخابية تناسوا فجأة هذا الموقف وشاركوا في جلسة تشرعية فيها مفتح رزق من بنود ناسفين المواقف العالية الصقف هكذا اليوم عاد بعض هؤلاء إلى الواجهة للتمسك بأحدى صلاحيات الرئيس اللصيقة والتي على رغم المخالفات العديدة السابقة للدستور لم تشكل أي استفزاز لهم ككتل مسحية وقيادات مسحية بل ذهبوا أبعد وغطوها حكوميا ونيابيا فكان التيار الوطني الحر وحيدا ينبه لتعدي مقاط يوما عبر توقيعه مكان رئيس الجمهورية ويوما عبر عقد جلسات للحكومة بعدد بنود أكثر من فطفاض ويوما عبر عدم توقيع الوزراء الأربع عشرين للمرسيم هذه مع غيرها من المخالفات لمواد دستورية أصبحوا اليوم أكثر المنادين بها أيضا لغاية ما يختم المراقبون ردا على ما ورد على لسان النائب شرب المارون في حلقة تلفزيونية أمس عبر الأوتيفي جاءنا من أمين عام مجلس الوزراء القادم محمود مكي ميالي في حوار تلفزيوني على محطتكم الكريمة نسب إلي النائب السيد شرب المارون جرم التزوير مدعيا بأن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تعقد يوم الاثنين بتاريخ عشر ثماني الفين وعشرين في السراي وأن أي قرار لم يصدر في تلك الجلسة وتبيانا للحقيقة ومنعا لأي تضليل أؤكد أن الجلسة في ذلك اليوم انعقدت في السراي الحكومي عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد الظهر برئاسة الرئيس حسان دياب وتم اتخاذ مجموعة من القرارات وعددها أربعة عشر ويمكن للسيد مارون الاطلاع على تلك القرارات كما يمكنه إذا أراد وعملا بحق الوصول للمعلومات الاستماع إلى محاضر تسجيل الجلسة التي استمرت لحوالي ساعتين انتهت عند الساعة خمسة وعشرة كما يمكنه أيضا مراجعة الدوائر المختصة في القصر الجمهوري ليتأكد من عدم صحة ما زعمه في حديثه وقطعا للشك باليقين نرفق ربطا نسخة عن الصفحة الأولى من محضر الجلسة الذي يتبين منها وقت وتاريخ انعقادها وأسماء المشاركين فيها والصفحة الأخيرة التي تتضمن المقاررات التي تم اتخاذها والمصادق عليها بحسب الأصول من قبل رئيس الحكومة ونتوجه إلى النائب مارون ونتمنى عليه أن تكون لديه جرأة الاعتراف أنه أخطأ وإلا فسيكون للأسف محرفا للحقيقة فاقتضى التوضيح وفق ما صدر عن القاضي محمود مكي شدد البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي على أنه لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة وقال الرئيس في عدد قداس الأحد من بكركي إنه لا يمكن القبول لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا بتغييب رأس الدولة المسيحية الماروني التزاما بالمثاق الوطني واتفاق الطائف وتأمينا لقيام دولة المؤسسات بحيث يستعيد المجلس النيابي سلطته التشريعية والحكومة صلاحياتها الإجرائية ولا يمكن القبول من جهة ثانية أن تحصل وتسير قانونا مفاوضات ومعاهدات واتفاقات التي هي حصرا من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 من الدستور ولا يمكن القبول من جهة ثالثة بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة لأن وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى لأن الرئيس يحمل قضية الفلسطينية عاليا على المستويين الإقليمي والدولي ويحمي لبنان أرضا وشعبا وكيانا وأخيرا كثر الحديث في هذه الأيام عن حركة دولية تهدف إلى ترسيم الحدود البرية الجنوبية للبنان على الرغم من أن هذه الحدود مرسمة ومثبتة بموجب اتفاقيات دولية منذ أكثر من مائة عام كل هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر وبوجود حكومة غير مكتملة للصلاحيات وهما المرجعية الوحيدة الصالحة للبد في هذا الشأن الوطني المهم جدا حددت المادة الثانية من الدستور أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية في شأن الحدود البرية اللبنانية الجنوبية ولسيما القرار 1701 وعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل شغور رئاسي وسلطة إجرائية صلاحياتها غير مكتملة التناقض في المواقف في أسرار اليوم استغربت مصادر حزبية مسارعة وأسائل أعلام لبنانية أمس إلى تناقل خبر بصيغة توحي بهجوم إسرائيل شامل على الجنوب توقف متابعون عن تناقض نائب شمالي جزم من زفاء حدوث قائد الجيش ونائب بقاعي حسم أن الأمور تتجه لمصلحته يطلق التيار الوطن الحر ثلاثاء مركزاً للوساطة يشكل نقلة إدارية نوعية على صعيد العمل الحزبي مجلس النواب يمدد لنفسه في تاريخ اليوم بـ 14 كنون الثاني 1976 بعد أقل من سنة على اندلاع الحرب في لبنان سيرع مجلس النواب المنتخب عام 1972 إلى التمديد لنفسه أربع سنوات بذريعة الأحداث الأمنية وقد تكرر هذا الأمر بحيث لم تجرى انتخابات نيابية في الأعوام 1984 و 1988 ليكون رئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشيل عون أول من دعى رسمياً إلى إجراءه عام 1989 بعد اعتراضه على اتفاق الطائف غير أن الأمر لم يتم بفعل المعارك بين الجيش اللبناني ومسلحي سمير جعجع ثم الاشتياح السوري في 13 تشرين الأول لـ 1990 أما الانتخابات الأولى بعد الحرب فجرت في ظل احتلالين إسرائيل وصورة وسطوة أركان الميليشيات على الدولة عام 1992 ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 13% من الناخبين نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل الأول أهلا بكم من جديد الممثل كاميل متى عدو نقابة لممثلين شرحها في حديث للأو تي في الوضع الصحي للممثل فادي إبراهيم مؤكداً أن الممثلين في لبنان يشعرون بأنهم أيتام فادي إبراهيم ما بحب أحكي عنه إلا مثل ما شفناه نجم نجم بأخلاقه نجم بطواضعه نجم باحترافيته للمهنة واللي يشتغل معه بس تشتغلي مع هايك ناس تتعلم منهم تتعلم منهم مناطبية الشغل وأخلاقية الشغل حتى وهو نجم يعني نجم كل لبنان بكل معنى الكلمة فبحب نظلم خليين هيدا الصورة ما نحكي تفاصيل مرض معروف هلا أنه مريض الله يشفيه و الله يعينه لأنه هو عم بيستقبل الوجع ببسمة و بفرح و بنكتي بس وراها فيه وجع كبير وخاصة بالمستشفى الليل الليل بيصير طويل صحيح صعبة أنا بحس معه لأنه ضيقة و أكلها و كل شخص فيتع مستشفى بحس هيدا الشيء النهار بيقطع بسرعة بس الليل بيوطل يخلص منحس بهذا العذاب و بدي أقول له إذا عم بيحضر أو إذا وصلت له رسالة أنه أنا حاسس معك بعذابك اللي ما حدا شايفه اللي هو الليل لأنه بعرف أنه الليل ما بيقطع والليل ما بيقطع تقريبا على كل اللبنانيين لأنه كل لبناني حامل صليبه بشكل كل واحد على قده أو قد أكتر من طاقته صحيح كميل نحن اليوم مش بس هدفنا أكيد نحكي بس عن الممثل فادي إبراهيم إنما أنتم كممثلين كنقابة ممثلين بلبنان شو الهدف و شو المشروع اللي حطينه لبعدين لحتى يكون الممثل مأمنة إخرته أكيد المرض رح يصيب كل الناس هيدا الشيء مش بيئدنا نتحكم فيه إنما بيئدكن تتحكموا أو أنتم بمساعدة الدولة أو أنتم بمساعدة كل الجهاد لحتى تقدروا تأمنوا آخرة كريمة وعيش كريم لكل الممثلين نحن المواطن اللبنان هلا عايش بشحادة يعني بس يعوز بده يشحاد مصاري يعني مش بيتدين حتى لأنه الدين بطل موجود مش قدر يرده آه فبده يطلب مين معه مين ميسرة معه مين من هون 200 ألف خمسين عايشين بهذا الوضع فما فيك تحصرية بنقابة الممثلين لأنه فيه وضع بلد متكامل يعني فيه عوز بكل شي فنحن أطلعنا مبادرة هلا أسندوق للنقابة يعني مثل صندوق تبارعات للنقابة نقدر ممكن نساعد منه بعض الفنانين ما فينا نساعد كل العالم هلا الحمد لله وزارة الصحة تكفلت بوضع فادي إبراهيم بس هي غير فادي إبراهيم يعني هي منقه هي بدك دولة يعني البي والأم راحوا يعني نحن عايشين أيتام وحتى غير هيك ومضطهضين ومثل كأنه حق علينا عرفت كيف فما بدنا نق لأنه كثير عم نقصرنا وكل شي سلبي من بعد السلبية فيه إيجابية من جهته أشار عضو نقابة الممثلين جزكار لحود إلى أن كرامة الممثل اللبناني هي من كرامة البلد فلبنان معروف بفنانيه وتاريخه السينمائي والفني الحافل لكن أول شي باع باع تزرع الكلمة بس فشر أنه حدا مهما على شأنه أو ظهر شأنه أنه يمس كرامة فادي إبراهيم أو حيالله فنان هيده فشر تنوضحها لأنه كرامته محفوظة واللي عمله فادي إبراهيم النور اللي ستطع منه لأنه الفنان بس يعطي فن مش بس مثل اللي دهج هلأ أوضي الإبداع بتطلع على السوشيل ميديا وبيسير ومشاهد بيكون عم يصرف من روحه ومن حياته وعم بيزيد الفن مش بس انترتيمنت مثل ما بيسمونه عم بيسلي عم بيزيد من فكر وسقافة الآخرين وعم بيحفزهم على الأبداع وعالتطور هيك زلمة يعني مش ممكن حدا يطاله بكرامته أو ينتقسهم من كرامته هيا واحد تقلك يقلمنا أو لا يقلمنا مش المشكلة هول مش المشكلة الاستاذ فادي المنرجعه له ولعيته تحية المشكلة هي بالانهيار الاخلاقي او الارف اذا بردي كله نحن ناجين فيه في لبنان بموضوع الفن اتأكد انه ببلش لبنان يرجع يتحسن وقتها الناس اتقبض الفن والفنان على محمل الجد ونحن نحن ناس بلا ثقافي صايرين وهيك بنرد نسلق ونطق حناك ومن عودة الى النشرة بعد هذا الفاصل الثاني اهلا بكم من جديد في تايوان انتخابات رئاسية تاريخية عززت مصارا يتباعد عن الصين على نحو المتزايد واثرت هذه الخطوة غضب بيكين التي اصرت بيانا بعد وقت قصير من ظهور النتائج اصرت فيه على ان تايوان جزء من الصين وعلى الرغم من ان بيكين دعت الى اعادة التوحيد سلميا الا انها لم تستبعد ايضا استخدام القوة مصورة الانتخابات التايوانية الرئاسية على انها خيار بين الحرب والسلام الى اخر اخبار الرياضة مع الزميل الي نصر وقع نادي 1875 الرياضة التابع لجامعة الديس يوسف ونادي بيروت فرست بروتوكول تعاون واجر توقيع بين رئيسين ناديين الاب سليم دكيش وناديم حكيم بحضور عدد من عمده ومسؤولي الجامعة واللجنة الادارية لنادي بيروت ومدير الرياضة بالجامعة مارون خوري والجهاز الفني لنادي بيروت واللعبين بعد تعريف للزميل فارس كرم عن التعاون بين نادياية 1875 يلي بيزاوي 12 لعبة وبيروت يلي حصد الالقاب العربية والمحلية بالباسكتبول على صعيد الرجال والسيدات والناشئين القى رئيس نادي بيروت ناديم حكيم كلمة اكد فيها ان النادي يلي بيحمل اسم العاصمة بيحمل ايضا عبق انه يكون رمز ومسال للتعايش وحب الحياة وقال انه فخر كبير للنادي انه يعلن عن تعاون مع جامعة الاديس يوسف العريقة عبر نادي 1875 الرياضة والكليات بالجامعة وقال انه التعاون بيتضمن انه تقوم اكاديمية نادي بيروت بتمارينها على ملاعب المجمع الرياضي لحرم العلوم والتكنولوجيا بجامعة الاديس يوسف ويمكن للاعبي اكاديمية نادي بيروت المشاركة بالبطولات الوطنية تحت اسم نادي 1875 كما يساعد نادي بيروت نادي 1875 لاكمال فريقية الرجال والسيدات من خلال تدعيم صفوفه من فائد لاعبي ولاعباته وقال انه رح يتم اعطاء منح جامعية للاعبي ولاعبات اكاديمية نادي بيروت وسيعمل على تبادل الخبرات الرياضية بين الناديين وسيفسح المجال لطلاب جامعة الاديس يوسف باختصاصات معينة للقيام بتدريباتهم المهنية بادارات فرق نادي بيروت والتعاون مع كلية ادارة الاعمال لخلق اختصاص ماسترز بسبورت مانجمنت والتعاون بين الناديين على تنظيم مؤتمر علمي رياضي وشكر حكيم امين عام نادي 1875 مارون الخوري على تعاونه وعمله لانجاح التعاون بدوره اعتبر رئيس نادي 1875 الاب سليم الدكاش انه البروتوكول رح يعزز الرياضة ويمكن الناديين من تقوية سواعد الرياضيين واتحدث عن دور الجامعة بمساعدة الطلاب لبناء شخصية متكاملة وتسهيل انخراط بالمجتمع والنشاطات المحلية لاعطاء الطلاب والخريجين الطامحين للدراسة بالجامعة الفرصة لممارسة رياضتهم على الصعيد الوطني بافضل الظروف اضاف اجتمعنا سابقا مع اتحاد كرة السلة واليوم نوقع اتفاقية مع احد اهم اندية هاللعبة ورح نكون غدا الى جانب كل اتحاد او نادي او مدرسة من اجل الرياضة والشباب لمصلحة لبنان بعد توقيع البروتوكول سلم حكيم لدكاش درع تسكاري عربون محبة وتأدير وإلى احوال التقص مع الزميلة بولين مساء الخير منخفة جوة شديدة الفعالية متمركز فوق ابروس بعدو عم بيأثر على لبنان والحوض الشرقية للمتوسط مسحوب بكتل هوائية باردة بيأدي لتساقط امطار غزيرة وسلوج على الجبال جونا لبكرة غائم جزئيا الى غائم ودرجات الحرارة بتتسجل على شكل تالي بنبدأ من الشمال وعقر عم تسجل 14 درجة ترابلو 16 العاصمة بيروت والصور ايضا 16 درجة بننتقل لبعلبك 7 اللقلو عم بتسجل 4 درجة زحلة 8 وجزين 12 درجة نسبة الرطوبة الساحلة بتتروح بين الستين والخمسة وسبعين بالمية الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة بين 15 و40 كم بالساعة اما حال البحر فمائج خلينا نشوف تفاصيل الايام الجاية لنهار الثانيين جونا غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعة تتسقط امطار متفرقة والسلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق تنخفي الدرجات الحرارة بشكل بسيط لتسجل 16 درجة لنهار الثالثة بتحسن التأس جونا غائم جزئيا مع عوضة درجات الحرارة للارتفاع وبتسجل 18 درجة الاربعة جونا بتابع غائم جزئيا مع احتمال تسقط امطار متفرقة ودرجات الحرارة ايضا بتكون مستقرة على 18 درجة للخميس جونا بتابع غائم جزئيا مع انخفاض بنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بترتفع بشكل بسيط لتسعة عشر درجة هذه كانت اخبار التأس للنشرة المسائية بلاقيكم بكرة تصبحوا ألف خير وبهذا نصل الى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع وعبر مواقع التواصل شكرا للمتابعة وإلى اللقاء